وفي هذا السياق يرى النائب فائر الحسيني صفقة سياسية بتحريك التعديل الوزاري لإحراج الكتل المدافعة عن وزراء غير مؤهلين مهنيا مردفا أن الشعب لا يهتم بالصفقة السياسية على اعتبار أن الحكومة توافقت على الشعب وعلى المشاريع ولأنها لم تستبدل الوزير السيئة وانتقد النائب فائر الحسيني التفاة الإعلام إلى قضية التنصط على الطبقة السياسية وعدم التركيز على الخدمات وملفات الفساد خاصة وأن الكثير من الوزارات تم تشخيصها بسوء الأداء لكن النقل هي المتصدرة وتضاهيها النفط والصناعة والتجارة وفي السياق بيّن المحلل السياسي أثير الشرع أنه لا يمكن لأي رئيس مجلس وزراء تغيير وزير تابع لكتلة أو حزب ما لم يتم الاتفاق معها بما يخص المكتسبات والاستحقاقات الانتخابية مستدركا أن لدى رئيس الوزراء إرادة لتغيير بعض الوزراء لكنه يصطدم بتهديدات سحب المنصب رغم دعم بعض الجهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر